تابعنا مع حضراتكم مشاهدينا هذا الافتتاح لمسجد السيدة نفيصة رضي الله عنها وأرضاها بعد انتهاء أعمال التطوير اللي استمرت لمدة عام ويمكن في الحقيقة المسجد الآن يفتح أبوابه أمام المصلين بعد غلق استمر لمدة ثلاثة أشهر يمكن أنا واحد من الناس اللي كانت آخر مرة صليت فيه المسجد كان في رمضان وبعدها تم إغلاقه النهاردة المسجد بيعود في حلته بيعود بالشكل اللي بيغلق بمكانة هذا المسجد تحديدا في نفوس كل المصلين مسجد كل بيذهب ليه بحثا عن مبتغاه من يذهب للراحة والطمأنينة والدعاء ويمكن زي ما قال السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إن هذا المسجد عادة تطويره بييجي ضمن يعني خطة شملة لتطوير مساجد آل البيت تحديدا وده يمكن بييجي في إطار أيضا الخطة المدرجة لتطوير القاهرة التاريخية بدأ هذا التطوير بمسجد سيدنا الحسين يمكن شوفنا الافتتاح بتاعه في رمضان قبل الماضي وكان أيضا بحضور رئيس طائفة البهرة السلطان مفضل سيف الدين في الحقيقة وجود السلطان مفضل سيف الدين لأن مصر تعطي لكل شخص حقه وزي ما شوفنا شكرا السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطان مفضل سيف الدين رئيس طائفة البهرة بالهند تقديرا لجهوده في ترميم وتجديد مقامات البيت وعدد أيضا من المساجد الأخرى فضلا عن الأنشطة الخيرية الأخرى المتنوعة اللي بتقوم بها طائفة البهرة هذه الطائفة الهندية في مصر نتكلم على مسجد لمكانة خاصة في قلوب كل المصريين نتكلم على مسجد الكل بيبحث لي وهنا مش بكلم في كل المصريين لأن مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاه هو مسجد بيأتي له الجميع من كل حد وصوب بيجو بحثا عن الدعاء المستجاب بيجو بحثا عن الراحة والطمانينة في الحقيقة الصورة المبهرة اللي شفناها النهاردة دي هي صورة يعني مشرفة صورة طاليق بمصر الجمهورية الجديدة التي تبني كل ما هو جديد وتعيد التراث لكل ما له أثر ومكانة كبيرة في نفوس كل المصريين مصر بتهتم بمساجد آل البيت تقديرا وعرفانا لهم رضي الله عنهم وأرضاهم وتكريما أيضا لهم ويمكن شفنا هذه الجولة التفقدية اللي بنتبعها دلوقتي اللي حصلت منذ دقائق معدودة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللي كان في استقباله دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأيضا ألواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومختار الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بالإضافة إلى رئيس طائفة البهرة بالهند السلطان المفضل سيف الدين اللي كان في استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وألقى كلمة السلطان المفضل كلمة شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرا لجهوده في إعادة إحياء مساجد آل البيت مرة أخرى ويمكن بنتكلم على مساجد زي ما قلنا بدأت بإعادة تطوير ويعني رفع كفاءة وإعادة مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه إلى حلته وإلى مكانته التي تليق بيعني المصريين وتليق أيضا بهذا المسجد يعني اللي ليه مكانة كبيرة أوي في كل نفوس المصريين في رمضان قبل الماضي ومرورا بإعادة أيضا تطوير مسجد السيدة زينب اللي هيتم افتتاحه قريبا زي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واليوم افتتاح مسجد آخر بعد تطويره وهو مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها نفيسة العلم والعلوم نتحدث عن السيدة نفيسة بنت الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السيدة اللي تلقت العلم على يد الإمام مالك تحديدا وأخذ منها الإمام الشفعي الفتاوى في أمور كثيرة نتحدث عن مسجد مرة أخرى يمكن من خلال متابعتنا لهذا الافتتاح في حقيقة الأمر النفس تشتاق تشتاق إلى زيارة وتشتاق إلى صلاة وتشتاق إلى دعاء مستجاب في هذا المسجد اللي ليه مكانة كبيرة أوي في كل نفوس المصريين ولدى كل المصريين تحديدا بالمناسبة المسجد هيكون مفتوح أبوابه أمام المصريين يوم الجمعة في صلاة الجمعة ليه يعني الذهاب إليه مرة أخرى والدعاء ويعني الدعاء المستجاب زي ما بنقول مسجد مهم مسجد ليه أثر كبير جدا في قلوب كل المصريين السيد الرئيس أكد أن هذا المسجد هو جزء من كل بيتم عمله في منطقة القاهرة التاريخية وأن المسيرة لن تتوقف وهيتم رفع كفاية كل مساجد آل البيت وأن الرحلة مستمرة وزي ما شفنا الاهتمام بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأيضا تطوير عدد من المساجد الأخرى اللي يمكن أبرزها منتكلم على مساجد زي السيدة فاطمة النبوية السيدة رقية السيدة سكينة أيضا السيدة حرية في بني سويف والسيدة زينب واليوم كما تبعنا افتتاح مسجد السيدة نفيسة نفيسة العلم والعلوم بعد رفع كفاءته وتطويره مرة أخرى كي يكون جاهز ومفتوح أبوابه أمام المصلين مرة أخرى بدءا من يوم الجمعة القادمة على أي حال مشاهدينا يمكن يعني ده خبر مفرح النهاردة وفي الحقيقة يعني ربنا يجازي كل من ساهم في تطوير هذا المسجد يجازيهم خير ويعني شكرا السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي شكرا أيضا رئيس طائفة البهرة على هذا أو البهرة على هذا الضور الكبير في إعادة يعني رفع كفاءة هذه المساجد وإعادتها إلى حلتها التي تستحقها لما لها من أثر كبير في نفوس كل المصريين